نروح لمطشاط مبارحة في الجولة الثالثة من دوري نايل مبارح كان عندنا ثلاث مباريات الأولى جمعت الجونة مع غزل المحلة واحتضانها ملعب خالد بشارة في الجونة وانتهت بنتيجة واحد صفر لصالح المحلة وهي نتيجة أكيد غالية جدا وثلاث نقط مهمة راحت للكابتن أحمد عيد عبد الملك سجل هدف المباراة نجم الفريق عبد يحيا في الديئة الخمسة وعشرين من عمر اللقاء وتفوق المحلة على الجونة وعلى الكابتن علاء عبد العالي استقبل أول هدف في أدوري بعد تعادلين بدون أهداف في أول مبارتين ومازال الجونة لم يسجل أي أهداف في أدوري حتى الآن ورفع المحلة رصيده للنقطة الرابعة وتوقف رصيد الجونة عند النقطتين المباراة الثانية جمعت طلاق الجيش مع سموحة على ملعب جهاز الرياضة العسكري وانتهت بنتيجة التعادل السلبي بدون أهداف في مباراة كانت محتفظة جدا أو متحفظة جدا من جانب الاتنين مدربين سواء الكابتن أحمد سامي مع سموحة أو الكابتن عبد الحميد بسيوني مع الجيش رفع سموحة بهذا التعادل رصيده للنقطة الرابعة وهو نفس رصيد طلاق الجيش أما مباراة الثالثة والأخيرة في هذا اليوم واللي كانت طبعا بتاخد الاهتمام كله لأنها جماهرية في المقام الأول جامعة نادي الزمالك مع المصري بور سعيدي في ملعب الجيش في برج العرب انتهت بفوز مستحق للنادي المصري بهدف دون رد سجله نجم محمد الشامي في نهاية الشوط الأول في مباراة نجح فيها الكابتن علي ماهر في إدارتها بشكل كبير جدا وشكل مميز من البداية وحتى النهاية مستر جوزي جميز بدأ المباراة بتشكيل ضم في حراسة المرمى محمد عواد جاء قدامه الرباعي محمود بنتيك حسام عبد المجيد حمزة مثلوثي وعمر جابر في خط الوسط كان موجود نبيل عماد دونجا وعبدالله السعيد ناصر ماهر ثم الثلاثي مصطفى شلبي ناصر منسي محمود عبد الرازق شيكابالا نزل كونرد مشالك بدلا من شيكابالا في الديئة الثلاثين تغيير كان مبكر جدا وكمان خرج مصطفى شلبي مع بداية شوت الثاني ونزل أحمد مصطفى زيزو ثم نزول حسام أشرف وسيف الدين الجزيري مكان عبدالله السعيد وناصر منسي ده كان في الديئة الثمانية وستين كمان نزل زياد كمال بدلا من ناصر ماهر في الديئة الأربعة وسبعين وفرستين من ذهب لنادي الزمالك كانوا للبولندي كان رد أهضر الفرستين بشكل كان جريب جدا وفرصة كانت خطيرة لنبيل عماد دونجا مقابل ثلاثة وأربعة فرص للنادي المصري نجح أنه يكون بيسجل واحدة منهم علشان يتوج بلا ثلاثة نقطة المستحقين والمهمين جدا في مشوار كل الفرائي نقطة مهمة جدا في شكل الدوري الاستثنائي لهذا الموسم قدر نادي المصري رفع رصيده بالفوز ده لسبع نقطة في المقابل توقف رصيد نادي أزمالك عند النقطة السادسة قبل الدخول في المعترك الأفريقي يوم الأربعة اللي جاي بالنسبة لنادي أزمالك اللي هيكون عنده مباراة ومواجهة أمام بلاك بولز المزنبيقي والنادي المصري هيكون بيلعب مع انيامبا النيجيري وزي ما قلنا لحضراتكم الكل أكيد يعني عنده هذه المعلومة أن النادي المصري ونادي أزمالك متواجدين في نفس المجموعة فيما يتعلق بمنافسات كأسة كونفدرالية الأفريقية